السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناة عالم فوزيال يوم جيتكم الوصفة اللي هنتني من القول العصابي او ما يسمى بومب زوية في الدرجة دينا كتكون فقط من جوج مكونات عنا حبة حلاوة هيا غادي نقرب عليكم في الكاميرا بشوفوها مزيان و النافع واحتوى قربتو لكم باش اللي ما عرفو مش عارفوه النافع اللي الفوائدية الوغنية يعني التعريفة لبنات فراك يقلل من اصابة الجسم من السرطان كذلك من امراض القلب الناس اللي كيعونيو من انتفاخ البطن فهو كيطرد الغازات واليوم انا هاد الوصفة خصيصا سيبت هال هاد انتفاخ البطن اما انا الحمد لله تنيت من مشكل القول العصابي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم هاد الوصفة والنفع راه مزيان بزاف اللوجع اللي بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم بعد المرات الوجع في الكر او 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 البيبي اطفال الصغار احتى الناس اللي الاعصاب هم كتكون متوترة بسبب سترس دي الحياة اليومية او او رمزية اليوم بزاف او او بالاضافة الى انه كيساعد على تدويب التهون المتراكي ما في الجسم بالنسبة للناس اللي بغاوا يطيحوا او الوزن او حبت حلا وفايا راه معروفة بانها كتحفز الهرومونات الانتوية او فبهاد الوصفة او تزاديتها البنات من بعد ما كنت اوزن خمسين كيلو او وصلت الى سبعين او كيلو بهاد الوصفة فراها حبت حلاوة غنية يعني التعريف او فهي راه كتزيد في المناطق الانتوية او بالزاف او مهم دابا البنات غادي نهضر لكم على المعاناة ديالي او مع بومزوي او ما يسمى بالقوله العصبي فانا البنات تعانيت من هاد المرض او المدت او لمدة عام كامل وانا كانت جارة من طبيب للطبيب ما خليت طبيب اختصاصي ما خليت عمومي ممييم او فيما قالولي يتعني مشي بدون جدوى او في الناس اللي يكي عانوا من هاد بومزويرة عار في المعاناة ديالو او حتى الواحد النهار جا عندي اخويا وجاب لي او هذا الوصفة اللي اعطاها لي واحد لعشاب قال لي بزاف الناس تعالجوا لعاد الوصفة وقال لي يا دير يا فضل الله وستعملتها مهمة البنات في هاد الوصفة كتحتاجوا مئتين وخمسين جرام ديال حبة حلاوة اي رابعة ومئتين جرام ديال النافع فالبنات تقيدوا بهاد المقدار اللي قتليكم مديروش المقدار من من عقلكم باش تنجح معاكم ان شاء الله كاتتاخدوا البنات هاد المقدار اللي قتليكم كاتديرو في واحد المقلع كاتتسخنو شوية باش يتحليكم بسهولة يما في مقلع على البطاء او ادخلو ديرو في الفران يتصهد من بعد كاتتطحنوه وفاشكات طحنوه كاتتخلطوهم بجوجهم وكاتتحتافظو بهم في واحد القريعة كاتتبقوا تاخدو من ديك القريعة ملعقة صغيرة قبل كل وجبة يعني قبل الفطور وقبل الغضاء وقبل العشاء تالا كاتديرو كاسكوروت فاقبل من كاسكوروت غتتاخدو ملعقة صغيرة من بعد ما تطحنوه من هاد الخاليط غديرو افهمكم وغدتشربو عليها الماء يعني كيكا نقولو احنا غاديتصفوها صافي وغاديتصبرو مبعد ما تاخدو هاد الوصفة نصف ساعة عاد من بعد غاديتتاخدو الوجبة ديالكم وغاديتبعو لبنات هاد الوصفة لمدة اربعين يوم وغاكيبا لكم الفرق وغاديتصبرو بخير قبل ولكنتو ما غاديتدومو عليها حتى تكمل اربعين يوم باش ان شاء الله مباقيش يرجع معكم فانا الحمد والله البنات من من الفين وستاش الواخر ديال الفين وستاش حتى الفين وسبعتاش فاش كنت كان اعاني منو ودهبا الحمد والله ما كان اعانيش منو تزاديت في الوزن من بعد ما كانش كانت تزاديت في الوزن من بعد ما من قبل ما كانش كانت تزاديت في الوزن ارا عارفين انتو ما المرض ديال البومزوي فجيت اليوما ان نصح كومة اللي بنات بهذا الوصفة حيث عارف المعاناة ديالو حسب بتأثير ديالو على الجسم وحتى ما يخليكش تزادي شوية في الوزن ودبا البنات غادي نوريكم طريقة على المباشير باش تفهموا معي اكتر هاوما البنات من بعد ما نققتهم يجبت لكم ضروريه اللي غادي تنقوهم من من الحجر وضعتهم في مقلع ودبقوا تحرقوهم باش ما يتحرقش ليكم ماشي غادي تخلو بزاف غير يسخن شوية باش باش يتحن معاكم مصافي كي قلت لكم ممكن ندخلو حتى الفران سخنوا الفران ديالو وضعوا فيه الطاوى يسخن شوية وصافي بعد هاوما البنات غادي تدوز وطحنوهم فانا انا را اخلطهم بجوج لا في المقلع ولا في الطحين هادي تولي عندكم بودرة ديالنافع وحبت حلاوة سوف اخذوا ملعقة صغيرة من المكونين ها را اخذوا ملعقة صغيرة من السوحة سوف اضعها في الفم لكم وتشربوا عليها لما باش تدوز لكم صافي وتصبرون الساعة باش ما عاد باش تاكلوا والله يشافيكم البنات اللي كي يعاني من هاد المرض ديال البوم زوي ولا قولوا العصبي اللي شافيه كنقول لكم جربوا هاد الوصفارها فعالة جدا ونفعتني ذك شي لاش باش جيت اليوم نقولها لكم الي عجبكم البنات الفيديو ديال اليوم كما العادة ما تنسوش ديرو جيم في الفيديو دخلوا لي التعليق زوينا ديالكم اللي كتفرحني وكتساعدني الي كنتي اول مرة كتشاهدي القناة فما تردديش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش وصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة